اشتركوا في القناة الدين في بلادنا هو المصدر الوحيد للتربية وهو المنهل الوحيد الذي شرب منه هذا الارهابي حتى ارتوى هو لم يولد ارهابيا ولم يصبح ارهابيا بين ليلة وضحاها التعاليم الاسلامية هي التي ساهمت في حياكة نسيجه الفكر خيطا خيطا ولم تسمح للمصادر الاخرى اقصد المصادر العلبية ان تلعب دورا في هذا التصنيع هذه التعاليم هي التي شوهت هذا الارهابي وقتلت انسانيته وليس هو الذي شوهها واساء فهمها كما يدعي بعض الجاهلين عندما تقرأ على طفل لم يتجاوز بعد سنوات عمره الاولى الاية التي تقول ان يقتلوا او يصلبوا او تقطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف بغض النظر عن تفسير تلك الاية وبغض النظر عن اسباب نزولها والزمن الذي نزلت فيه تكون قد خطوط الخطوة الاولى في طريق صناعة ارهابيا كبير لقد تساءلت الضيفة من امريكا كيف يقدم الشاب على تفجير حافلة ليتها تساءلت كيف يقدم رئيس على قنبلة شعب امن في العراق كيف يقدم رئيس على مساعدة سفاح فلسطين المحتلة لماذا لم تسأل اين نشأ هتلر الذي قتل وقتل نحو ستين خمسين مليون بريء لماذا لم تسأل اين تربى الذين القوا بقنبلتين اثنتين ذريتين على اليابان من الذي قتل ثلاثة ملايين فيتنام بريء من الذي اباد الهنود الحمر من الذي حافظ على الاستعمار الى يومنا هذا من الذي اجر الحرب الاسبانية الاهلية التي اتت على ستمائة الف نسمة خلال ستة وثلاثين شهر لماذا لا نتساءل هكذا من الذي يملك اكثر من خمستاشر الف رأس نووي المسلمون ام غير المسلمين المسلمون ام الامريكان المسلمون ام الاوروبيون المسلمون نريد ان نجاب اين تربى بوش لتقول لنا بان التربية هي التي تجعل من الانسان مجرمة القتل ارهاب في كل زمان ومكان ولكن عندما يأتي بفرمان من الله الامر يختلف الحروب الصليبية التي يتحدث عنها استاذنا هذه الحروب جاءت بعد التعاليم الاسلامية وجاءت كردة فعل لهذه التعاليم انها قانون الفعل وردة الفعل التعاليم الاسلامية حضت على رفض الآخر حضت على الغاء الآخر حضت على قتل الآخر الم تحض على قتل اليهود والنصارى اذا سمعنا ان قبيلة في اقصى اقاس السين لديها كتاب مقدس وليها تعاليم تصر على قتل المسلمين هل سيقف المسلمين مكتوب في الايدي حيال هذه التعاليم الحروب الصليبية جاءت بعد التعاليم الاسلامية وعندما نزلت هذه التعاليم الإسلامية لم تكن أمريكا على سطح الأرض ولم تكن إسرائيل في فلسطين لماذا لم يتكلم عن الفتوحات الصليبية عن الفتوحات الإسلامية التي تمت قبل كل هذه الحروب الذي يتكلم عنها لماذا لم يتكلم عندما اقتمح مطارق بن زياد بجيوشه الأندلس وقال لهم البحر من أمامكم والعدو من ورائكم كيف تقتحم بلدا آمنا وتعتبر جميع سكانه الآمنين تعتبرهم أعداء لك بمجرد أنك تمتلك الحق أن تنشر دينك هل يتم نشر الدين بالسيف والقتال من الذي اخترع الاسترقاق في القرون المتأخرة من الذي استعمر الآخر أمهم هل الجزائر هي التي استعمرت فرنسا أم فرنسا هي التي استعمرت الجزائر هل مصر هي التي استعمرت انجلترا أم أن انجلترا هي التي استعمرت مصر نحن الضحية أنا لا أقول بأن ضرب الأبرياء شيء جميل أقول بأن الأبرياء ينبغي أن نحميهم جميعا ولكن في نفس الوقت علينا أن نبدأ بأبرياء المسلمين أبرياءنا بالملايين وأبرياءكم وهم أبرياء بالعشرات أو بالمئات وفي أقصى الحالات بالآلاف هل تستطيع أن تفسر لي قتل مائة ألف طفل وأمرأة ورجل في الجزائر بأبشع أساليب القتل هل تستطيع أن تفسر لي قتل خمسة عشر ألف مدني في سوريا هل تستطيع أن تفسر لي الجريمة النكراء في مدرسة المدفعية في مدينة حلب السورية هل تستطيع أن تفسر جريمة حي الأسبكية في مدينة دمشق السورية هل تستطيع أن تفسر هجوم الإرهابيين إلى قرية الكشح الآمنة في صعيد مصر وزبح 21 ثلاح قطي هل تستطيع أن تفسر لي ماذا يجري في أندونوسيا وتركيا ومصر مع العلم أن هذه الدول الإسلامية وعارضت التدخل الأمريكي في العراق وليس لها جيوش في العراق لكنها لم تسلم من إرهابهم كيف تفسر هذه الظواهر وقد حدست في بلاد عربية هل كانت انتقاما من أمريكا هل كانت انتقاما من إسرائيل أم كانت إشباعا لغرائزهم الحيوانية المتوحشة التي أثارتها تعاليم تحض على رفض الآخر تحض على قتل الآخر تحض على إلغاء الآخر عندما قبر صدام حسين 300 ألف شيعي وكردي تحت الأرض أحياء لم نسمع مسلما واحدا يحتج على هذا العمل ألم يكن سكوتكم اعترافا بشرعية هذا القتل ماذا تريدني؟ هل تريدني أن أطعن بالمجتمع الأمريكي؟ أنا لم أقل يوما بأن أمريكا هي مدينة أفلاطون الخالدة ولكن قلت وبصراحة أنها مدينة وفاء سلطان الخالدة مثالية المجتمع الأمريكي كانت كافية لأن تتيح لي أن أمارس إنسانيتي شكوا إلى هذا البلد خائفة مع الهنود الحمر مع الهنود الحمر لا ستقول عن الهنود الحمر لا ستقول في الهنود الحمر بس دقيقة يا دكتور كريستوف كرومبوس اكتشف أمريكا عام 1492 قامت أمريكا عام 1776 بعد حوالي 300 عام لا تستطيع أن تتهم أمريكا كدستور ونظام وكدولة بأنها هي التي قتلت الهنود الحمر ترجمة نانسي قنقر